في تصريحات داتلي أحمد عادل عبد الفتاح دو مجلس إدارة نادي الزمالك اللي السابق واللي هو كان نزل انتخابات على الليحة المزورة الهدف المطلوب مغلق أو غير متاح وكان مع مرتضى منصور في المجلس وكده كان كتب بوست سيء جدا وفيه تجاوزات ومسح البوست كان عادة يعني هم يعني يكتبوا الحاجة وبعد كده يخاف ويترعب وبعد كده يروح يشيل يعني بعد ما كتب البوست للأسف الشديد مسحه فمش عادر أقول لكم البوست لأنه فيه تجاوز وفيه عدم احترام وما ينفعك يصدر من حد محترام أعتقد أن الرسالة وصلت وهو سمعني وعارف هو كتبها أنا محتفظ بالبوست عندي ولكن للأسف الشديد بوست سيء وما ينفعش أبدا يطلع من بني أدم من المفترض كان عضو مجلس إدارة كان عضو مجلس إدارة ولكن هو مسح البوست لأنه كان فيه تجاوز وكان فيه سب وكان فيه خروج على المص للأسف الشديد من العيب دي حاجة الحاجة التانية أنا لما عرضت الفيديوهات خصا الفيديو اللي فيه سب للكابتن صالح سليم والكابتن حسن حمدي لا كان فيه جمهور وكان فيه ناس متجاوزة وكان فيه ناس بتجتم ونفضل نقول كلمة الحق مهما كان التمن ومهما كان المقابل للأسف مش عقدة رزيع ده تاني لأنه طبعا فيه تجاوز وفيه قلة أدب وفيه عدم احترام واعتقد أني أي حد صرح تصريح بعد ما سمع الكلام السبدة للأسف الشديد يعني لازم يندم فكنت أتمنى من أي حد قبل ما يصرح أي تصريح كان الأول يطلع على ما حدث وأنا أهيب بالإخوة في الاتحاد المسر لقرة السلة أنهم هما يحقوا في اعتباراتهم هذا السبب اللي حصل وهذا التجاوز هذا أسلوب مش محترم ولا يصدر أبدا من الناس محترمة لا يصدر أبدا من الناس محترم ده أسلوب رقيع ووضيع وغير محترم وأنا باستغرب إزاي أنت تب مسؤول وتدافع عن حفنة من المتعصبين ولا المتخلفين اللي بيشتموا الناس بالشكل ده أنت بتدافع عن إيه يعني أنت بتدافع عن إيه للأسف الشديد يعني للأسف يعني الموضوع كله في اتحاد المصري لقرة السلة جماعة يعني الموضوع كله في الاتحاد المصري لقرة السلة ولا يقرروا اللي التحق بقل اللوايح ولا يحصل ولكن أنا حزين على السب اللي أنا سمعته وأن تتسب ناس أموات ونس أحياء بهذا الشكل الغير محترم وأين كان من اللي سب أنا غير موافق تماما بالمرة على هذا الموضوع يعني زالان جدا مسرح شكرا شكرا في كلام جاني الآن بحاول أتأكد من صحته إنه تم القبض على 12 واحد من اللي كانوا متجمهرين حوالين الصلة طبعا اتقبض عليهم وهم بيجتموا وهم بيقلوا أدبهم ودلوقت يقول لك مستقبلنا وعشان خاطر أباتهم وعشان خاطر أماتهم وديكم شفتم الألفاظ اللي تقالت وشفتم التجاوز اللي حصل أنا بصراحة يعني رافض التسامح أنا أرفض التسامح ضد أي متجاوز فاضى بين الكيل بصراحة محتاج لنا طبع القانون يعني حد بقيت لي بيقول لي أرجوك وقه نداء قبل بيتعمل لهم أضايا ويتعمل لهم محاضر ويتحبسوا طب ما يحترموا نفسهم ما يحترم نفسه يعني يعني ما يحترم نفسه عيدة فهم ما يحترم نفسه يعني دقاني الآن خبر أن في 12 واحد اتقبض عليهم وهم حاليا موجودين في اسم العجوزة طبعا يحزننا جدا أن أي حد يتقبض عليه ولكن هديكم شفتوا الألفاظ اللي اتقالت وشفتوا التجاوز هذا لا حول ولا قوة إلا بالله العليل لو كل إنسان بيعمل حساب العواقب ما فيش حد عيغلق أو الله العظيم لو كل واحد بيعمل حساب العواقب ما فيش حد عيغلق لكن للأسف فيش حد بيعمل حساب لتحت رجلية أسف الشريط أهو الأبطع على 12 إيه اللي استفدوه هم رايحين مبيتين النية رايحين مبيتين النية أنه يعملوا مشكلة ويجتموا ويتجاوزوا على فكرة والأزمة كلها عشان بس إيه ده اللي بنفرد بيه معاك الأزمة كلها في السب اللي حصل اللي أنا انفردت معاك بفيديو السب ده والتجاوز هو ده اللي خلى الأمور تفخمت